ذكر تقرير نشره مركز الإمارات للسياسات أن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني منذ توليه منصبه واجه مشكلة إدارة الملفات الشائكة التي تتعارض فيها المصالح والرؤى بين الولايات المتحدة والفصائل الأمر الذي قاده الاعتماد استراتيجية وسطية ينتج من خلالها حلولا مرحلية مرضية للطرفين وفيما أشار التقرير إلى نجاح السوداني بالمهمة مستفيدة من الاستقرار النسبي القائم وجو التهدية الإقليمية أضاف أن واشنطن تنظر للسودان حاليا بصفته وسيطا مناسبا لتهدئة التوترات مع الفصائل الشيعية وهو ما يعكس رغبة إدارة بايدن في تجنب صراع مسلح آخر في العراق ومنع أي تصعيد يضر بالمفاوضات النووية مع إيران